وعابد إحنا قلنا عشان سألتك على الاسم فعابد إنت قلت أنه إنت من دميات ده حي قلت أنه إنت من دميات أنا من دميات ناس كتير سألتك أنت مصري أو أيام الاختيار أيو أيام الاختيار يعني كنت بدأت أحس أن أنا سوري من كتر من الناس بس مش باين أنه هو مش مصري يا معا لا والله مصري والله أنا مصري جد بالذات كمان في الاختيار كان فيه شوية ممكن الشخصية كانت تكلم له عربية إلى حد ما في أوقات كتيرة فيمكن إيه ده مع الاسم فده بيعمل التوليف طيب هنرجع ليه جودر بقى أنت في ألف ليلى وليلة أنا كنت لسه أنت مع الأشرار بقى آه في الشمعين آه زي ما كنت بقول لحضراتك أنا مبسوط أن أنا بتفرج على جودر مش أن أنا شغال فيه حقيقي العمل ده يمكن أنا متورط فيه بقى في الشغل أكتر لأنه ما موتش في الحلقة الثالثة زي الحساشين فشفت بقى كنت بقول لحضراتك أول ما بدخل الديكور بتاع المعمول واشوف المكملات بقى اللي هي بتاعة الجرافيكس والكرومة والحاجات دي فكنت متوقع أن احنا هنشوف عالم ساحر بالذات باهتمام أستاذ تيمور تيمور وأستاذ اسلام خيري بالعناصر بتاعة الصورة دي والورق أصلاً اللي مكتوب اللي كانت بأستاذ أنور عبد المغيس فعلاً يعني بيسوف أرتي يعني عمل بيحكي حدوتها بشكل لطيف حتى على مستوى شهر يارو شهر زايد الحدوتة تقريباً ما بقاش فيها اختلاف عن معظم الحواديث العلاقة اللي بينهم قبل كده لكن مكتوبة برضو بشكل مسلي جداً وشكل حلو جداً إبهار كمان الصورة مدي للحدوتة يعني شكل جديد وأداء الممثلين كل حاجة بصراحة الحمد لله الحقيقة كلكم كل واحد في دوره بأعناه يعني بشكل كبير يعني الحمد لله وبعدين برضو يعني أحيق برضو الفنان لما بيعمل الشرير برضو إيه اللي هو الفنان لازم يغامر مش لازم يطلع طيب وجميل يعني الشر ده برضو فرصة جديدة أن أنت تبين من جواك تمثيل مختلف يعني هي أدوار الفيلين أو الأنتي هيروز يعني بيبقى فيها مساحة كده مستفزة شوية للتمثيل وفيها حرية أكتر في أن الواحد يشغل خياله في أنه يدخل البن أدم اللي عنده الشر ده بيبقى ناتج عادة من خلل في السلوك فالخلل في السلوك بيخل البن أدم أميلاً لأنه بقى مش طبيعي أو يتصرف تصرفات مش طبيعية فده بيدي الممثل مساحة أكتر أنه يقدر يشغل خياله يشغل خياله ويطلع طاقات هو يمكن ما يعرفه بالضبط في العادي يعني ممكن لما تتفرج على نفسك تقول إزاي عملت الدور ده أصلاً بالضبط بالضبط